طيب غيبة طويلة شوية عادنا اسبوعين ما بنعملش اي فيديوز خالص اخر حاجة كنا عملناها على التحدي السبعة ايام بتاع الفيديو بس لو عرفتوا الموضوع اللي انا جاي اتكلم عليه النهاردة بتاع الفيديو هتعذروني في الاسبوعين اللي انا عادت فيهم دول النهاردة باختصار كبير جدا جدا يعني نتكلم عن هرمونات البنات فيلا بينا نبدأ على طول ازايك وشباب عاملين ايه يا رب بكروا بخير لو امار تشوفني انا كلمة عيفة بقدم احطا لها في السبعة ادخل جدا اخدت لك رفا لو عاجبك المحتوى تساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ على طول في موضوع الحلقة وحشيتني اقول مقدمة دي طيب هرمونات البنات او التقلبات المزاجية للبنات انا طبعا مش لازم طبعا اقول لك ان انا عادت اسبوعين بابحث عن الموضوع ده ولازم طبعا ان تجيب اي حاجة تشربها وانت بتفرج على الفيديو ده عشان يعني الموضوع تي trained and fighym so have to fail it فلازم تجيب اي حاجة تشربها عشان اتهاتي جدا في الفيديو ده خليها ابنوا Cohen guy TV قبل ما نبدأ في اي حاجة انا بش جاية اقول لك الاعراض او لاتم بتحصل او الموضوع من النظر علمية انا بش جاي بتقول لك كل ده وطبعا انا مش جاي النهاردة في الفيديو ده عشان اقول لك هذا موضوع علمي وتغير كيميائي ويحدث عندما يأتي للبنت البي ام اس وهو الحمض الكيميائي لا لا انا مش جاي اقول لك كل ده النهاردة ففاكس لو انت دخلت تتفرج على الفيديو عشان تسمع الكلام ده انا جاي اقول لك لو انت بنت وجالك الاعراض دي او هرمونات البنات تعملي ايه ولو انت ولد ومرتبط او عندك اخت وكاملة تتعامل معهم ازاي متفكين اشتا اشتا يلا بنا هرمونات البنات او التغيرات المزاجية بتاعت البنات هي ممكن توصل انه ممكن واحدة تكون عايزة تطلق من جوزها وحرفيا فيه كصص جدا في الاربعة يام او الست يام اللي انا كنت محضر به من الاسكريبت شفت الكصص كتيرة جدا وان فيه بنت اطلقت فعلا وهي عندها الهرمونات دي وبعد ما الهرمونات دي راحت اكتشفت لها عملك جريمة ونفسها ترجع بس ايه مش عارفها فالموضوع جد مش هزار انا دلوقتي هتكلم من ناحية البنت لو انت عندك الهرمونات دي عالية او الكلام ده فاول حاجة وهي اهم حاجة انك متخديش اي قرار خالص نحائي في الفترة دي عشان غالبا 99% هتندمي اذا ما كانش 100% اصلا نحاول في الفترة دي نشرب ماية كتير جدا جدا ونأكل فواكه كتير جدا الخضروات عشان الحاجات دي بتقلل من وقت الهرمونات دي او بتقلل من الفترة الزمنية بتاعت الوقت ده واهم حاجة نبعد عن الكافيين بقهوة شاي بيبسي الكلام ده كله عشان الكلام ده بيقطر او بيزود الايام او المدة الزمنية بتاعت الهرمونات دي فهنحاول نبعد عن الحاجات دي خالص دلوقتي خلصنا من حوارب بنات ندخل بقى في الولاد وتعمل ايه؟ بص يا زميل لو انت مش فاهم جدا اللي بيحصل لحد دلوقتي الهرمونات دي يعني انت لو مرتبط مثلا بحد او اكتك اي حد عموما يعني اي بنت عموما عندك في المحيط هتلاقي اللي هي ممكن مثلا تقعد بالخمس ستة ايام بتاعت وانت متعرفش يا بتاعت ليه وهي ذات نفسها اصلا مش عارف يا بتاعت ليه او بتدحكم هيبارة وبترقص بس هيبارة زيادة قوي وانت تبقى وايف النص مش عارف انت مجنونة بالزبط هو ده هي دي الهرمونات باختصارا شديدا جدا لغة عربية لغة عربية دي بقى شوية نصايح جدا للولاد جدا هقولهم جدا في السريع عشان نتجنب اي حاجة تحصل منهم في الفترة دي اول حاجة تكنابهم تماما اي حاجة تحصل منهم حاول انت متاخدش ببالك وتطنش جدا ويش بقولك ان انت تيجي على كرامتك بقى او شاتماتك بالكلام ده بس لا حاول انت ايه تستخدم كلمة حاضر طيب ماشي طيب على طول جدا ماشي يعني اللي هو ايه تطنش وعايزة كده حاضر طيب ماشي ان شاء الله جدا يعني تستخدم الكلام ده على طول ثاني حاجة ما تساعدهاش تاخد اي قرار في حقاتها عمومة لا وايه كرامة بين كنتو الاثنين اذا كانت تختك بقى خاطبتك البنت انت مطابب بيها امراتك اي حاجة هتلاقيها بتاخد كرار جدا لا حاول انت تتوهن الموضوع وما تخلقهاش تاخد اي قرار خالص عشان غالبا هتندم عليه انت وهيه الثالث حاجة إبقى دعني الجدال اي حاجة فيها اخناق حاول انت تتعدى الموضوع دلوقتي او الاربع خمس ايام دولة عديهم بس جدا وبعد جدا متخنك في اللي انت عايزه براحتك وعاتف في اللي انت عايزه براحتك لكن في الوقت ده حاول انت ايه تعدى الموضوع وما تتخنيش على اي حاجه او عموما ما تتخنيش اصلا يعني رابع حاجة او خمس حاجة انا مش فاكر طبعا كالعادة احتوي ده او افهم ده افهم الفترة اللي هي عيشاها دي او احتوي الفترة اللي هي عيشاها دي ما تاخدش اي حاجة على قلبك وعلى عقلك على طول جدد اللي هو احتويها اعرف اللي هي فعلا بش مدركة هي بتعمل ايه او هي بش فوعيها وهي بتعمل حاجات دي هرمونات بقى وانت عارف فانت حاول تحتويها وتروعي اللي هي فيها اخر حاجة قبل ما اقفل الفيديو انت لازم او انت لازم تعرفي الفترة دي فانت كبنت لو عارفت الفترة دي من امتى لامتى وتيجي امتى كل قد ايه هتعرفي تتجنبي الناس في الفترة دي وتبعدي نفسك عموما عن اي مشاكل وانت لو ولد وعرفت الفترة دي منين لمين؟ منين لفين؟ منين لفين؟ فانت حاول تراعي ده وتقدر ده بس وده كان الموضوع عن هرمونات البنات او التقلبات المزاجية للبنات قعدت كتير جدا اعمال من ما ابحث عن المعلومات دي واشوف بيتعمل ازاي او تتصرف معهم ازاي كبنت او ولد وفي فيديوهات جمدة جدا جاية ان شاء الله وشكرا جدا احنا وصلنا ده وقت الى 3200 ستسكرايب انتو عظماء جدا وفي حاجة جمدة جدا جاية في رمضان ان شاء الله فما تنساش تعملوا سبسكرايب وتعملوا شير او فول حاجات لو تظهر هنا دي جدا عشان يجيلك اي اوبليت في حياتي او اي حاجة في الفيديوهات اللي انا هعملها وكالعادة ديو ساكوتش سامعلكم اشتركوا في القناة